المشكلة للسي بن كيران هو أنه يغرق في تحليقيت وفي نوع من شعواد اللفظية باش يضحك الناس ولكن هذا لا يلق به كرئيس حكومة رئيس حكومة عنده واجب التحفظ وعنده الاحترام دي الجميع لأنه رئيس حكومة دي الجميع المغربة مش دي الحزب دياله وهو لما كيعطيله رسول حق باش يبدي تكلم بدون مسؤولية كيرتك بأخطاء فاضحة وكيبن بحال شخص أمي مقارش وانعطيك مثال لما كنت تكلمه على تعليم الأمازيغية وكنت تكلمه على الحرف ديالها كيقول هاد الشنوية حلا غادي نزولها وكيعوف خطاب كيسمي الحرف دياله 4000 سنة على الأرض المغربية كيسميه شنوية والشنوية بعد علينا بستلاف كيلومتر شنو أول حاجة غتقول على شخص من هاد النوع زعيم حزب هكذا هتقول عليه أمي مقارش لأنه كون كان قاري التاريخ ديالبلادو غادي عرف بما هاد الحرف راه منقوش على الصخر هاده 4000 سنة إذن المولي وعندنا زعامة سياسين من هاد النوع بهذا الجهل هادا وبهذا صلاة اللسان وعدم المسؤولية في الكلام كان وقعوا في هاد الشيء يعني المعتاصم هو معاه كقيادي في الحزب كرجل سياسي وليس كسوسي وإحنا ما نقولوش السيبن كيران الفاسي عمرو ما كان عملوه أنه فاسي كان عملوه أنه مواطن مغربي خصو يكون في مستوى تطلو عدي البلادو ولكن للأسف في لحظات كتير كي يبنسي بن كيران أنه عندو مخطط آخر ولكن هاداك المخطط عمرو ما قدر ينفدوه هو داخل الحكومة علش؟ لأنه أقليها وإحنا كنقولوه هلو ما كيبغيش راه الأغلبية الانتخابية اللي كيجيب الحزب دياله راه مجرد أكبر الأقليات ولكن إلا جمعنا الأحزاب الخرى المتبارية راه هي الأغلبية وعندو تسير شاء العام معها الخرين ماشي بوحدو ولهذا ما يمكنش تبقى عندو الفكرة ديال أنني كندخل الانتخابات باش نفرض على الناس الأفكار ديالي الناس ما كيدخلوش بهذا المنطق للحكومة كيدخلو للحكومة من أجل إنقاذ البلاد من الأزامات الاقتصادية والاجتماعية والهويتية وباش يخرج البلاد من الأزمة خلصه يكون مسؤول وخلصه يفكر في المصلحة العامة ماشي في المصلحة هذا الحزب دياله ولهذا السبب يعني سيبن كيران خلصه يلتازم نوعا ما ويعرف أن الموقع دياله كيعطيه أو كيفرض عليه أنه يحترم جميع المغاربة للي متفقين معاه وللي ما متفقينش معاه ويقول الأفكار دياله بنوع من المسؤولية يعبر عليها إحنا معا الحرية ديالتعبير ولكن في إطار احترام المكتسبة لما رئيس حكومة كيتكلم بشكل نقوصي بشير بجعب بين اللور هذه رهة فضيحة رئيس حكومة واش عمرك شفتي رئيس حكومة في العالم كيخطب النساء المناضلات في الشارع اللي كيطالبوا بتفعيل فصل 19 وكيقول لهم أعرفوا تلك الوجوه الرمضية هذه قمة الاستخفاف وقمة الأدب وما مزيان شي تصبر على رئيس حكومة رئيس حكومة خاصه يكون مأدب ولما كان شي مأدب خاصه يتربى من طرف الحزب دياله وباش يكون مأدب وباش يحترموه الناس كذلك لأن نحن من يكن نشوفو السيبن كيران ما كيحترموه شي مكان احترموهش